اهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنحل شخصية اصحاب الوجه الدائري. واللي يواجهه مش دائري بس بلوكم في اول تعليق قائمة في ها كل الوشوش. المربع والدائري والمثلث والبيضاوي. كل الوشوش بتبقى موجودة فيها. بنعمل ايه? بنحلل الشخصية بناءا عن علم الفراسة. اللي ما يعرفش يعني ايه علم الفراسة. بيعمل بحث على جوبا اللي هيعرف يعني ايه علم الفراسة. وهو مدلول الباطن من الظهر. بنعرف من خلال ملامح الوجه الشخص ده بفكر باي طريقة. احنا ما بنعرفش هو بفكر في ايه لكن احنا بنعرف طريقة تفكيره ازاي. ودلوقتي احنا هنبدأ تحليل شخصية الوجه الدائري. قبل بنبدأ في الاول حطنا اللايك الجميل بتاعك. بنبدأ بقى. ده وجه دائري. ازاي نعرف نرصد ملامح الوجه? يعني نميزه ازاي? احنا بنميزه بان هو عندنا الجبهة دائرية منحنية. يعني ايه من منحنية ودائرية? يعني الجبهة دي بتيجي من المكان ده? جاية من هنا بشكل دائري كده. وبن هنا بشكل دائري. يعني الدماغ بتبقى مدورة كلها. يعني ما ايه? يعني ما فيش هنا بقى بروز وانخفاضات في اتجاه الجبهة من اول الحاجب. لحد ديت الحاجب التاني ما بقاش فيه لا بروز ولا انخفاض. طيب كمان بنعرف ان الوجه الدائري ممتلق. ممتلق وليس بارز. لان هنا بيختلف الوضع. لانه لو بارز هيبقى ده بيدينا بعض الصفات اللي موجودة في الوجه المعين. وده مش شغلنا خلص النهاردة احنا بتتكلم على الوجه الدائري. كمان هنلاقي الدائري من تحت. كمان هنلاقي الدعني من تحت دائرية الشكل. يعني ايه? يعني من اول الازن لحد الازن برضو جاية بشكل دائري. يعني ما فيش بروز بقى. لو لقينا فيه فك هنا طلع فده مش هيبقى دائري. طيب التحليل اللي احنا نقوله هيطلع بنسبة كام في المية? هيطلع بنسبة خمسة وستين في المية تقريبا. ازا كان الوش من جوه بيدينا نفس السمات بتاعة اطار الوجه. فكده بيوصل معنا التحليل بنسبة تسعين في المية واكتر. اما ما نحكمش على الوش من جوه من خلال اطار الوجه. لازم نحلل كل حاجة لوحدها. لكن احنا النهاردة هنحلل باختصار علشان الناس اللي هي لسه جديدة في القناة بتسأل كتير ازاي نحلل الوجه الدائري والوجه المربعه. وهنكمل ان شاء الله السلسلة كاملة بتاعة باقي الوجوه. طيب بالنسبة لسلسلة التوافق الزواج لسه هنكمل فيها ما تقلقوش. علشان الناس اللي بتقول انت توقفت عن سلسلة التوافق الزواج لا احنا مكملين فيها ان شاء الله. طيب الوجه الدائري بيقول لنا ايه? شكل الوجه بيقول لنا ايه? يعني احنا بنحل الوجه ده منين? من اطار الوجه من برا. ما دخلناش جوه. احنا نحلل من برا بس. تمام? طيب بيقول لان ان الشخص ده طبيعته. شخص عاطفي. واحنين بيهتم بالعلاقات الاجتماعية ومرن ومتكيف على الظروف والاماكن والاوضاع وكل حاجة. متكيف على الحاجات الجديدة برضو. كمان شخصية عندها سهولة في التواصل. يعني ايه? يعني الشخص ده اول حاجة قلنا ان هو عاطفي. فهنا تفكيره بيبقى بعاطفية اكتر من العقلانية. يعني بيستخدم العواطف في كل المواقف. ما بيحكمش بعقله الاول. بيحكم بقلبه. يعني حصل قدامه موقف ممكن نلاقي الناس دي تبكي. تزعل. لو انت بتحكي له مثلا قصة مؤلمة بيبكي. كمان الناس دي بتصدق اي كلام يتقال. خصوصا ازا كان طرف الانف مرفوع لفوق. فبيصدق اي حاجة تقولها. يعني انت لو انت بتجذب عليه هو هيصدقك اه طبيعتهم هم كده. طيب. كمان الشخص ده قلنا عليه ان هو حنون. برضو بسبب العاطفة ازاي ده اللي عنده ان هو كلمة حنون دي اللي هو بيحمي المحوطين بيه. يعني ايه? يعني بيبقى عنده شراسة قوية جدا وهو بدافع عن صديقه وعن حبيبه وعن زوجه وعن زوجته وعن اولاده وعن عائلة عن كل حد محيط به بتلاقيه بدافع عنهم بشراسة. طيب هنا ازاي ان احنا نعرف الشخص ده هنقول لكم الشخص ده يشتغل ايه ونعرفه ازاي? ونعرفه ازاي من خلال التعليقات بتاعت وكل حاجة هنعرفكم الكلام ده. طيب نعرفه ازاي من التعليقات بتاعته وهو مسلا بيدافع عن واحد. يعني مسلا انا جيت وقمت جاي مسك رئيس دولة وقمت شاتمه. فلايا صديق من الدولة دي ووشه مدور وبحب الرئيس ده. فهتلاقيه جاي بيتعامل معايا بطريقة عنيفة والشارسة. تمام? طيب ازا لقيته بيتعامل بطريقة مستفزة فاعرف ان هو ايه? ان هو مش دائري. ده ايه? ده كده معين. تمام? فاحنا نعرف انا ازا كان التعليق بتاعه شارس جدا في الدفاع على الاخرين فاعرف ان هو شخص دائري. كمان يهتم بالعلاقات الاجتماعية. يعني ايه بيهتم بالعلاقات الاجتماعية? يعني مسلا واحد عزمه في فرح هيروح اول حضرين. لو هو عامل فرح وعزم ناس هيقف على الباب يرحب بهم كلهم. خصوصا ازا كان الوجه بتاعه مدور وجسمه تخين. تمام? اما الشخص اللي هو والشرفيع فبينطبق عليه نفس السمات لكن بيبقى اقل شوية علشان بيبقى شخصية عصبية شوية. لكنه مش عصب عصبي. فبيبقى عصبي اه? لكنه مش بالدرجة المرتفعة. لان برضو عندنا هنا اطار الوجه الدائري بيدينا شوية اطمأنينة وبيدينا شوية هدوء. لان طبيعة الناس دي عندها هدوء. عندها مرونة ومتكيفة مع كل الظروف المحيطة. يعني مثلا ايه? زعلانين بتلاقيه بقى متكيف على الوضع ده فتلاقيه زعلان معانا. فرحانين بتلاقيه فرحان معانا. راح مكان جديد فحابب يعرف الناس اللي موجودة في المكان. حابب يتعرف عليهم. لان طبيعته اجتماعي. اجتماعي وعاطفي وشخص حساس كمان. يعني الشخص ده بيتقمس بسرعة يعني. ممكن يزعل بسرعة. تمام? فهنا هو بيمفكر ان الناس كلها بتفكر بنافس طريقته. لكن هو ما يستوعبش الكلام ده. فبتلاقيه مسلا لو احنا عندنا صديق واجه دائري وروحنا مسلا مكان جديد وكده. فتلاقيه هو اللي بقى متصرف ايه? في الاكل والشرب والطبيق والكلام ده كله بنزل يجيب الخضار. وبنزل يشتري الحاجات. لانه عنده مرونة على ان هو يتعامل مع الناس بسهولة. لان احنا قلنا من شخصيته ان هو سهل التواصل. هنا لما بتلاقي واحد واجهه مدور فمن طبيعة الواجهة اصلا انت بتاخد انطباعة لان هو عنده هدوء. هو طبيعته هادي. بطيء الحركة شوية لو كانت تخين شوية. تمام? فهتلاقيه تاني يوم نازل معا الشارع. بعد ما كان نازل اول يوم يشتريه خضاره بتاع. هتنزل معاو انت ماشي الشارع الصبح. هتلاقي الناس اللي في الشارع كلها بتقوله ازاي كفلان عامل ايه منور. تفضل. الكلام ده. لان هو بيسيب بصمة كبيرة جدا مع الناس في التعامل. هو بتعامل معهم باحترافية. يعني شخص حريف تواصل. تمام? لذلك لما نيجي نبص نلاقي الناس دي بيميلوا ان هما يعملوا اماكن تجارية. يعني معزم الوشوش المدورة. خصوصا ان ازا كان جسمها تخين. فبتلاقيها بتحب التجارة قوي. هتلاقيها دايما يعني نلاقي الوش بتاعهم دور. ممكن نلاقيه تخين من تحت شوية. اللي هو بيدينا قريب من الواجه المخروطي. او قريب من الواجه دالو المقلوب. لكنه مش دالو مقلوب. مفيش بروز. تمام? يبقى الدقن من تحت. بتميل ان هي تبقى مدورة وعريضة شوية. لكنه يحتسب ايه? يحتسب مدور. ما يحتسبش ايه? ما يحتسبش دالو مقلوب ولا مخروطي. فبيبقى مدور. طالما الطول والعرض قريبين من بعض. فده ما يتحسبش غير مدور. تمام? طيب يبقى الشخص ده اسهل حاجة يعملها? التواصل مع الاخرين. ان هو يبقى تاجد. يعني ننصح ان هو يشتغل في ايه? في التجارة. ليه? لان هو عنده لباقة في التواصل مع الاشخاص بطريقة سهلة. مرن ومتكيف. بيرضى بالحلول الوسطى. عنده طريقة كده ازاي يكسب الناس في صفه. يعني لو قابلنا واحد وشه مدور هتلاقي معظم الناس بتحبه. هتلاقي قليل جدا اللي غيرانين منه مثلا بيكرهوه. اللي حصل معهم موقف ودايق الوش المدور ده. فاحنا قلنا الوش المدور ده بيبقى ايه? بيبقى عنيف لو حد جيه على حد يخصه. فبتلاقي بيدافع عليه بشراسة. لان هو من طبيعته حنون. فبيحب يرعى المحطين بيه. وبكده بنكون وضحنا جزء بسيط من تحليل شخصية اصحاب الوجه المدور. احنا نقدر نقول حاجات كتير ما يقرب من متين صفة على اطار الوجه المدور. لكن بنكتفي بالجزء ده وده اهم حاجة في الشخص. بنبدأ نربط بقى منها في التحليل من داخل الوش. واللي وصل معنا للنهاية وماشتركش بالقناة وعجباته الحلقة يشترك معنا ونورنا ومتن سوش دعملنا لايك. فليم. موسيقى